بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفيلم عن وظائف عام 2030 مثل ما بتعرفه الشباب العربي من المحيط إلى الخليج اليوم قرب ينهي دراسة الثانوية وسوف يتوجه إن شاء الله للدراسة الجامعية قريبا اللي بيبدأ جامعة هذه الصنة 2023 متوقع أنه ينهي 2027 أو 2028 يعني مش منطقي يتخصص في شيء مطلوب اليوم بل لابد يكون تخصصه على طلب من عام 2027 واطلع على أقل تقدير إلى عام 2030 أنا بحثت من أكثر من مصدر عن وظائف المستقبل القريب فهذا قريب ورح أشارككم هذه المعلومات اللي إن شاء الله سوف تساعد في اختيار تخصص يكون عليه طلب لأنه إحنا صراحة مش ناقصنا بطالة طبعا هاي المعلومات ممكن تفيدك بشكل عام لكن تبقى بحاجة إلى تحليل سوق العمل في بلدك لأنه يمكن يكون في اختلاف بين المطلوب عالميا ومحليا لكن هذا الفيلم قد يكون نقطة انطلاق للبحث أنا اعتمدت على ثلاث مصادر رئيسية الأولى شركة توظيف عالمية اسمها انديد وهي شركة أمريكية تعتبر من كبرى شركات التوظيف في العالم فهم مطلعين في هذا المنشور حدد هذا الموقع 32 مهنة مطلوبة لعام 2030 وراح أختار منهم حوالي عشرة واللي بده يستزيد هاي الموقع أول مهنة ممرض مزاول الثاني رعاية صحية منزلية الثالثة تحليل طبية الرابعة مساعد ممرض خمسة مساعد طبي ستة معالج طبيعي لاحظ انه مهنة التمريض والمهنة الطبية الرئيسية والمساعدة والمساندة راح يكون عليها طلب كبير جدا والسبب واضح وهو زيادة معدل العمر المتوقع للناس تخيل انه في عام 1900 مثلا كان معدل متوقع العمر للناس في العالم حوالي 31 عاما 31 معدل طبعا السبب هو موت الأطفال بكثرة والناس ما كانت تتعمر لسوء العناية الطبي فالمتوسط كان حوالي 31 عاما عام 2020 يعني بعد 120 سنة المتوسط بلغ حوالي 72.6 إلى 73.2 عاما يعني شوفوا الزيادة من 31 إلى 72 يعني جدنا المتوقع 40 عام والسبب طبعا انخفاض عدد الأطفال اللي كانوا يموتوا وتطور الرعاية الصحية والطبية طيب كم المتوقع لعام 2030 فوق الثمانين في كثير من الدول هاي خبر منشور لوكالة رويتر رجل الأنباء بتقول الكثير سوف يعيشوا أكثر من 90 عاما بحلول عام 2030 طبعا الأعمار بيد الله لكن زيادة العمر بتزيد الحاجة إلى كافة المهن الطبية والتمريضية نرجع إلى وظائف إنديد سبعة فني تركيب طاقة شمسية وهذا توجه كبير ثماني كهربائي تسعة مدير مالي عشر مهندس صناعي هدعش إحصائي اطنعش مطور صفحات ويب 13 مطور تطبيقات 14 أمن معلومات انتبه إنه فيما يتعلق بأغلب الوظائف المرتبطة بالتكنولوجيا مثل تطوير صفحات الويب تطوير التطبيقات وحتى أمن المعلومات أنت ما بتحتاج شهادة جامعية أنا بقول لك من عندي تحتاج شهادة مهنية نعم مع تدريب نعم وبيكون كثير أفضل وأوفر تختصر وقت وجهد ومال وإذا بدك تكمل دراسة بعدين ممكن تروح تدرس ماجستير ويمكن تدرس أونلاين كمان بعد ما يصير عندك خبرة لكن صدقا ما في داعي المؤهلات المهنية في الأمور هاي كثير أهم على كل أنا خبرته للتأكد رح أخذت مصدر آخر وهو موقع ثاني مهم اسمه بيزنس انسايدر بيقول لك هذا الموقع بيقول إحنا استخدمنا تنبؤات الوظائف من عام 2021 إلى 2031 وأخذنا بيانات الأجور وطلع معنا 30 مهنة مستقبلية لها مستقبل في عام 2030 برضو بناخذ منهم حوالي عشرة واللي بحب يستزيد بروح على انسايدر بيزنس انسايدر أولا مدراء مبيعات طبعا هاي المهنة مظلوما السبب إنها من المهن اللي مهمة ومن أهم المهن وأغلب اللي بدرسوه بلاقي حاله في المبيعات إن شاء الله إيش مدرسين كثير جدا لكن نادرا بتلاقي برامج جامعية متخصصة في المبيعات طلاب إدارة الأعمال نفسهم يادوا بياخذوا مادة واحدة أو مادتين في المبيعات الحلو في هذا المهنة إنه ممكن أنت تكون مهندس أو طبيب أو صيدلاني أو غيره وتصير مدير مبيعات النصيحة إذا شفت المبيعات في دمك وهاي طبعا إلها علاقة بشخصيتك أدرس شيء ثاني وخذ مؤهل مهني في المبيعات عثناء الدراس ثانيا برضا موظفي مبيعات ثالثا مدرسين ابتدائي طبعا بعض الدول فيها إشباع فإسأل حوليك قبل ما تتورط أربع مهندسين إنشاءات مدراء إنشاءات خمسة أخصائيين موارد بشرية ستة ميكانيكي ألا صناعية سبعة أخصائي علاج طبيعي ثمانة أخصائي فحص جودة للبرمجيات تسعة إحصائي أو عالم بيانات لاحظ هذا التخصص وين ما تروح راح تلاقي بوجهك ليش؟ لأن المستقبل للبيانات عشرة مدير تسويق 11 موظفي تسويق وأبحاث أبحاث سوق 12 مساعد طبي 13 مستشار مالي شخصي 14 أخصائي إدارة مشاريع 15 أمن معلومات 16 محاسبين ومدققين 17 محامين 18 ممرض ممارس 19 مطوري برمجيات يعني أنا طلعت لك لتسعة مطوري البرمجيات ترتيبهم كان واحد في القائمة الآن سستعرض معاك موقع ثالث وهو monster.com وهو من أكبر مواقع التوظيف في العالم راح أذكر حوالي سبعة ثمانة يمكن سبعة تخصصات وانهي وفقاً لمونستر.com موقع الابتكار نستا نشر تقرير عن أهم المهن المطلوبة لعام 2030 وهي أهمها أولاً معلمين وخصوصاً معلمين اللغة الإنجليزية اثنين أخصائي علاج رياضي هذا تكرر معنا ثلاث مرات ثلاثة المهنيين أو فيزيوثيرابيستين بتضيف عليه الرياضي بصير في قريب المجال ثلاثة المهنيين مثل صانع القهوة بارستا اللحام الحلاق هذول موجودين وتحتاجهم سواء معاك أي آي ما معاك أي آي أيش مكان بدك حلاق تقدر تعيش منه حلاق بس ما يكون لحام أربعة موظفي الضيافة في الفنادق والمطاعم إلى آخرين خمسة مهندسين مهندسين كهرباء مهندسة مدنية برمجيات مهندسين بيئة مهندسين ذكاء اصطناعي إلى آخرين مرة ثانية بعض الدول فيها مهندسين أكثر من الحلاقين فشوف وضع دولتك ستة موظفي رعاية صحية بكافة أشكالها أطباء ممرضين علاج طبيعي رعاية منزلية إلى آخرين سبعة موظفي مبيعات كمان مرة موظفي مبيعات أتوقع هذا الفيلم بيعطي فكرة عن المهن المهمة اللي لها مستقبل ويمكن أن نساعد الشباب في اختيار التخصص من التخصصات أعلى في بعضهم في نقص حادل الآن سواء عالميا أو في بعض الدول منهم مثلا خبراء من المعلومات في نقص الذكاء الاصطناعي في نقص الممرضين وأخصائي البيانات أو الإحصار برأيي هناك شرطين أساسيين لاختيار التخصص الأول رغبتك والثاني مش رغبة أهلك رغبتك أنت الثاني مستقبل التخصص الاثنين مع بعض يعني لا تروح لشيء ما بترغبه فقط لأنه إلى المستقبل ولا تروح لشيء بترغبه وما إلى المستقبل هذا كل ما لدي وكل التوفيق لكم جميعا ويعطيكو ألف 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 ترجمة نانسي قنقر